حذر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان مما وصفها بالمؤامرة الوجودية التي تهدد دولة سودان ودعا في كلمة بثها التلفزيون الرسمي كل من يستطيع حمل السلاح إلى الانضمام للجيش لمواجهة من وصفهم بالمتمردين كما أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى يأتي ذلك بعد يوم من أعلان مشابه لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في غضون ذلك دان بيان أمريكي بريطاني نرويجي الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إقليم دارفور وجاءت هذه التطورات بينما شهدت المعارك في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع احتداما في ليلة عيد الأضحى واتهم البرهان قائد الدعم السريع وزمرته بمحاولة اختطاف الثورة لتحقيق مطامعه الخاصة بحسب تعبيره وأوضح قائد أجيش السوداني أنه حريص على انتقال السلطة إلى حكومة مدنية يختارها الشعب من جانب آخر قال البرهان أن ما حدث في مدينة الجنينة بدارفور جريمة ضد الإنسانية وأن من سماها المجموعة المتمردة ارتكبت انتهاكات ترقى لجرائم حرب نطلب من جميع شباب بلادي وكل من يستطيع الدفاع أن لا يتلدد أو يتأخر لأن يقوم بهذا الدور الوطني في مكان سكنه أو بالانضمام للحظات العسكرية لنيل شرف الدفاع عن بقاء الدولة السودانية التي تداعد عليها المؤامرات داخليا وخارجيا موسيقى